حبيبي طلاب سي و سي اهلا بكم في عام جديد ورحلة جديدة للسانوية العامة ان شاء الله نهاردة اول يوم في مادة الفيزيكس احنا هنشتغل مع بعض من البوكلت و هنحل مسائل بالتفصيل احنا هنتعامل معاك من الصفر يعني كأنك ما درستش فيزيكس قبل كده اي معلومة هتفيدك في الامتحان حتى لو كانت المعلومة دي متعلقة بسينيور 1 او بسينيور 2 انا هشتغلها معاك علشان تبقى ملم بالاساسيات اللي تسهلك منهج سينيور 3 جاهز بقى الكالكيليتور بتاعك وادواتك و نبتدي مع بعض لسن لسن بالنسبة اول حاجة ندرسها في سينيور 3 هي الالكتريستي و عشان تدرس الالكتريستي هتحتاج شوية اساسيات مهمة لو بصينا مع بعض كده اصل الالكتريستي هي انك يكون عندك تشارج شحنة وبالتالي اسمها العلمي الالكتريك تشارجز يبقى لو حبتدي معاك حبتدي معاك بالشحنات الكهربية الاول طبعا ابنائي او اخواتي و حبيبي اللي بيتدايق من التفاصيل اللي بتتقال باللغة العربية معروف ان انت الانجويتش سكول اوكي بس بعض الافاضل زملائكم المحترمين بيحتاج تفاصيل بالعربي عشان المعلومة تدخل دماغه فهنتكلم شوية عربي و شوية انجلش و شوية بالبلدي النهاية لازم تفهم و انا متواصل معاك عن طريق الواتساب و رقمي حينزل على الشاشة علشان لما تبعت لي اي رسالة تستفسر فيها عن جزء انا شرحته ممكن اوضحولك بطريقة مفصلة اكتر حتى لو باي رغة انت عوزها المهم انك تركز في كل تفصيلة بنقولها علشان في النهاية تقفل و تجيب الفول مارك فلو حبتدي معاك بالالكتريك تشارجز اللي هي الشحنات الكهربية فلازم هنقسمها نوعين النوع الاولاني negative charge والنوع التاني positive charge ولو اتكلمنا بتفاصيل اكتر ايه اصغر شحنة في الكون اشارتها سالبة يعني مين charge تكون negative sign لو ركزت كده الالكترون طبعا انت تعرف يعني ايه الالكترون من زمان من ايام ما كنت بتدريس science يبقى انا دلوقتي اول حاجة لازم اعرفها الالكترون في كراسة المفاهيم بتستغيمها يوم الامتحان بتاع اي مادة في السنوية العامة الكراسة بتبقى متقسمة لاجزاء جزء خاص بكل مادة لما هتفتح الجزء الخاص بمادة الفيزيكس هتلاقي جفن الشحنة بتاعة الالكترون احنا بقى كمتدسين فيزيكس عامة مش بتكلم عن نفسي هتبقى حفظين المعلومة دي انما انت كطالب مش مطالب باي حفظ انت هتبص في كراسة المفاهيم هتاخد الرقم ده وانت بتحيل المسائل قيمة الشحنة بتاعة الالكترون هي 1.6x10x19 واليونت بتاعتها بقى هتاخد رمز السي وده هنقول عليه كولوم اختصارا السي دي للعالم الفيزيائي اللي اسمه كولوم يعني الراجل ده تكريما ليه خله اليونت بتاعت الالتشارج باسمه طيب بالنسبة للبوسط في تشارج مين ابسط شحنة تقول عليها او اصغر شحنة في حدود المرحلة الثانوية درستها قبل كده وشحنتها موجبة هو البروتون يبقى البروتون هو رمز للشحنة الموجبة البروتون وبالتالي البروتون نفس الالكترون لكن انا مش عاوز اطول عليك في حاجة مش بنحتاجها كتير فيعني خلينا بس ناخد في بلنا في معلومة ان فيه positive charge و negative charge لكن انا ححتاج المعلومات دي طول السنة يبقى انا بالنسبة لي اول حاجة اتعرف عليها في منهجي هي الالكتريك تشارج سينيور سلي بيبدأ معي بالالكتريستي و انا ابتدي من الصفر الصفر بتاعي نقطة الانطلاق هي الالكتريك تشارج negative charge و positive charge الالكتريك تشارج مثال عليها الالكترون وهو اصغر شحنة سالبة و برضو ده في حدود المرحلة الثانوية حد دخل كلية علوم وشاف تفاصيل اكتر حد دخل كلية عملية وشاف تفاصيل اكتر مفيش مشكلة انا بتكلم معلومات تخص الثانوية العامة اما انا اعرف ايه في مادة الفيزيكس لا ده موضوع كبير ومش لازم اضيع وقتك ده النقطة التانية الرقم ده مش هنحفظه واليونت دي لازم نبقى عارفينه هنحتاجها كتير تعالوا بقى نرجع تاني نخش في اول لسن بيتكلم معي بيقول لي Electric Current طب ايه مفهومك للكلمة دي بالعربي الطيار الكهربي طب يعني ايه طيار طب تعال هنا نقول عندي مصورة والمصورة دي متوصلة كده بمطور واسمحوا لي نتكلم حبة بالبلدي علشان تستوع بالامر المصورة هينشي فيها مية فالطبيعي ان المطور دوت او الموتور هيسحب المية من اتجاه ويدخ المية من اتجاه تاني او بمعنى ادق حيحرك المية عن طريق انه يبوش الجزيقات بتاعتها يعني ايه يبوش يزقها فلو الجزيقات المية هتتحرك كده يبقى حيزقوا بعض في هذا الاتجاه يبقى الكرة دي والكرة دي تزقق الكرة دي ودي تزقق ايدي ويفضلوا يزققوا بعض طب البوش ده جمعين من الموتور الموتور اللي انت بتركبه تحت الاعمارة عشان يرفع لك المية فوق بيزقق جزيقات المية خلال المواسير فلما تتزقق الجزيقات كده جنب بعض جنب بعض جنب بعض فطبيعي جدا الجزيقات هتتحرك من اتجاه الى اتجاه اخر جميل يبقى انا ببص على حركة الجزيقات بتاع المية بلقيها بتلف كده ما عنديش اي مشكلة النقطة المهمة دلوقتي جزيقات المية هتتحرك كده مين اللي بيحركها الموتور ده لي دور وحنقول عليه تفاصيل في Part 2 من الليسون 1 حاجي بقى أرسم لك حاجة مشابه ده بقى Conductor مادة موصلة للكهرباء فحنقسم 3 مواد 3 مواد ازاي يا مستر هم مادتين هقولك بص انت دراست في الساينس احنا عندنا ثلاث حاجات سوري حاجتين مادة موصلة وهي Conductor يعني حاجة بتوصل الكهرباء كويس زي السلك النحاس والسلك الالومنور والسلك الحديد اي مثل موصل جيد للكهرباء فبالتالي هو Good Conductor وفيه بلاستيك او خشب ده Bad Conductor لا بيوصل الكهرباء ولا بيوصل حرارة عشان كده Conductor هي مادة جايرة للتوصيل للكهرباء وللحرارة اما Insulator او ساعد يقول عليها Die Electric هي مادة عازلة للكهرباء وللحرارة يبقى كده خلص قسمنا المواد الى اثنين السنة دي هنتكلم على ثلاث حاجات Conductor ونبدلس تفاصيل طب Insulator لازم افاهم ان فيه Conductor وفيه Insulator وفي شابتر 8 اخر المنهج هناخد حاجة اسمها Semiconductor السemiconductor ده مادة هي نقدر نخليها تبقى Conductor فده ده حاجات هندلسها بالتفصيل شابتر 8 يبقى ان النهاردة سنقسم الماتيريال الى ثلاث أصناف يبقى الـ Classification سيبقى كالقادي Conductor Insulator Semiconductor سنعكز على الـ Conductor ايه اللي يميز الـ Conductor عن الـ Semiconductor Physically انا مش هتطلق لمواضيع الـ Chemistry انا هتكلم من ناحية وجهة نظر الفيزياء الـ Physics بتقول ان الـ Conductor Rich In يعني غني مليان Free Electrons يعني لو مثلا القوضة اللي انا واقف فيها ديه او الـ Class بتاع الفصل الطلبة عمالين يتنططوا ويتحركوا يمين وشمال وبرحتهم جدا جوا الـ Class يعني ما خرجوش برا الفصل يحصل ايه بقى بس يا سيدي عمال يتنطط يبقى Free يبقى ده هنسميه Free Electron يبقى هنا موجود Particles هي Electrons Negative Charge وكمان حرة في الحركة يعني تقدر تروح يمين وشمال جوه الاستوانة او الـ Conductor اللي على شكل Slender يبقى اي سلك نحاس اي سلك ألومنوم اي سلك معدني بيبقى شكل استواني زي الانم ده كده لو كانش واضح ادينا نقرب شوية او بالشكل اللي انا اسمه ده وبالتالي هتلاقي جوه إلكترونات حرة مفيش حاجه ربطوها تتحرك بس بشرط ما تخرجش برا الحيز اللي انا اسمه ده ما تخرجش برا الفصل ما تخرجش برا الـ Class ساعتها بنقول على المادة دي Conductor ولو كان الطلاب اللي قاعدين جوه الـ Class قاعدين على الدسك ما بيتحركوش طالب قاعد هادي وساكت يبقى حنقول عليه ايه مفيش اي حركة يبقى No Free Electrons يعني Poor هي مادة فقيرة يعني مفيهاش الكترونات حرة تتنطط يبقى الالكترونات قاعدة في الدسك ومربوطة لازقة في الدسك ما بتتحركش زي الطالب اللي قاعد جلازق ما بيتحركش في الدسك ده معناه ايه؟ معناه ان الالكترونات مش قادرة تروح يمين ولا شمال جوه الـ Conductor أو جوه الماتيريال جوه السيلندر فما ينفعش اقول عليها الـ Conductor حاول عليها ايه؟ Insulator حاول عليها Insulator ده الفرق ما بين الـ Conductor والـ Insulator يبقى عشان احقق مبادئ الـ Electricity لازم استخدم الـ Conductor والـ Conductor مليان جوه إلكترونات حره عما تتمطق طبعا انا لازم افصصها كده عشان فيه زميلكم وزميلاتكم بيكونوا لسه بيبدأوا فيزيكس من قوله جديد فلازم يتعرفوا على التفاصيل دي في الاول حصة او اثنين هتلاقي نفسك بقيت مية مية وماشي معي زي الفل هنا بقى هنتكلم ان ده Conductor ما ينفعش اوصله بقى هنا بكلمة موتور دي وما هنعمل ايه؟ هاوصل هنا طرفين سلك كده واروح جايب يا سيدي باتاري وابتدي بقى نقول هنا الباتاري has two poles والتاني negative pole من اخر عندي موجب وسالم يبقى دي بطارية زي بطارية العربية زي الحجر اللي بتشريه لريموت انا بكلمك بلدي اوه عشان تفهم دي ايه؟ موجودة زي في حياتك فطبع ايه ادي positive pole واجي negative pole الالكترون charge negative طيب تعمل ايه بقى؟ تبدأ تتحرك الالكترونز نحية تبدأ تتحرك كده نحية positive pole وبالتالي حركة الالكترونز هتمشي نحية الايه؟ positive pole طيب لو هنا شعرية السلك دي فيها الالكترونز عايزة تتحرك فلو انا عندي هنا الالكترون another one كل الاجسام اللي انا برسمها دي هي الالكترونز جميل الناجاتف بتاع البول ده هيعمل تنافر مع الالكترونز اللي موجودة هنا وبالتالي هيزبقوا بقى فيحصل حركة للالكترونات في هذا الاتجاه طيب لما الالكترونز تبدأ تتحرك كده وتلف وتيجي هنا كده عمالة تروح وتلف وتلجع وتدخل جوا البطارية وتخرج من الجنب التاني وتلف حصل ايه بقى حصل حاجة اسمها circulation او النعمال يلف ويروح ويجي روح ويجي ده هسميه flow طب تعالنا نقارن بقى مع الحاجة الرسمة اللي بتعبر عن حركة المية في المواسير مع الموتور الموتور بيدخ جزيئات المية وتبدأ تزق بعضها وتتحرك جوا المصورة وترجعتين عن طريق المادة الموصلة اللي هي ايه بتعدي فيها الجزيئات بتاعت المية يبقى برضو هنا هلاقي فيه ايه هلاقي فيه flow يبقى هربط كلمة current بكلمة flow جميل جميل يبقى دلوقتي لما اقرى كلمة current يعني flow يبقى الطيار هو flow من من ايه بقى جزيئات شحنية حسن فعطوا بيها ايه انا بدرس electricity يبقى لما اقولك electric current يعني flow of هاقول flow ايه فيد مثلا من ايه يعني بزيئات مية ولا فيد من الالكترونات قالك فيد من الالكترونات طيب ما ممكن انا عندي شوية بروتونات كبتهم كده فصصتهم وروحت زي جميعهم كده ورا بعض زقتهم زي البلية كده طب ما هو دي برضو بتعمل flow يبقى مش هاشترط ان ال flow يكون of electrons اما اقول ايه بقى اقول of electric charge جميل يبقى فيد من الشحنات الكهربية او الشحنات الكهربية دي بتشكل في الاخر حاجة اسمها ايه quantity of electricity طيب خلينا نركز على اول title في الليسن electric current يعني flow of electric charge ال flow بتاع الالكترونات او flow بتاع شحنات الكهربية وحنشرح امتى بيحصل او حنعملها ازاي طب هنا ينفع اقول ده electric current لا اما الهنا هقول ايه هنا هقول flow of particles of droplets of water يعني فيد من جزيئات المي يبقى هنا دي مقارنة بسيطة دي حاجة بنشوفها في حياتنا ودي حاجة مش هنشوف تباصيلها ان ما بنشوفش الالكترونات هي بتتحرك يا جماعة احنا اللي بنشوفو لمبة بتنور سيركت في حاجة كهربية بتشتغل مروحة بتدور يبقى الالكتريستي لازم يبتلي من اول الشحنات الكهربية وبعد كده نفهم الالكتريك current عشان هو ده اللي بيتحرق خلال الاسلاك والتوصيلات اللي ما بين البطارية والحاجة اللي بوصلها معاها سواء كانت conductor او lamp او كده يبقى ده اول title ادكز عليه طيب في برضو حاجة عايزة اقولها قبل بخش في البوكلت ما ننساش يا جماعة ان انا لو عندي وان الكترون يبقى حكتب مكانه ايه رمز لون الكترون طب افرد يا سيدي عندي مجموعة الكترونات عندي مثلا الكترونات مرصوصة كده جنب بعض دول على بعد كده هقول عليهم quantity كمية بس ممكن اقول quantity of electricity اه يبقى هنا لازم اخد بالي ان انا بتكلم على كمية كهربية يعني حاجة كده مشحونة يعني مكونة من شوية شحنات صغيرة عملتلي شحنة كبيرة الشحنات دي الكترونات يبقى انا ممكن اقول دلوقتي لنفسي دفناشا جميل او quantity of electricity اللي هي Q equal number of electrons اللي هو عدد الالكترونات اللي موجودة هنا طيب نعملها تاني بسرعة بالتوضيح عدد الالكترونات اللي موجودة هنا خمسة ستة عشرة مليون وبعدين times الشحنة بتاعة one electron جميل يعني انا رجيتلك في مسألة قلتلك say Q given العلامة دي يعني given او كده عشان بس هي بنتفاهم مع بعضنا في طريقة الرموز اللي احنا اكتبها بعد كده و N equal cam اقولك بس يا سيدي من القانون ده N عاوز تعرفها هتخبي كده واللي مكتوب هنا times هيروح الناحية التانية بالdivide يعني ايه N times e طب انا عاوز ال N بس احسبها من العلاقة الرياضية دي خلي ال N في مكانها وهنا times e انا عايز ال N يبقى Q ودي تروح الناحية التانية بالdivide يعني Q divided over e وال E احنا عارفين رقمها 1.6 times 10 power negative 19 وهذا الكلام هيبقى موجود في كراسة المفاهم يعني لازم يكون معاك جبن وقت اللجمة فما تقلعش كده يبقى احنا خلاص النقطة دي عرفناه نرجع بقى للشغل بتاعنا ونبتدي مع بعض نقول اول حاجة يعني electric current It is the flow of electric charge through a conductor لسه ايدينا من شوية الفكرة اللي عايزين نحددها دلوقتي ايه انواع اتجاهات current يعني ايه اتجاهات current دي بقى يعني حضرتك انا عايز اركز دلوقتي على كلمة A direction هو current كام نوع مش هو current اللي متقسم انواع اتجاهات current هي اللي متقسمة للانواع عندي اتجاه اسمه actual current واتجاه تاني اسمه traditional او conventional طب تعالى نبص كده على الموضوع ده عندي نوع اسمه اتجاه حقيقي يعني actual والنوع التاني اسمه traditional او conventional ايه بقى القصة ديه بص يا سيدي لما اجي ارسم circuit كده ده conductor ومتوصل شعراية سلك جميلة كده وشعراية تانية كده وهنا بقى حبدي ارسم لك الرمز بتاع البتلي اللي هي شبه القصة بتاعت ايه؟ بطارية العربية بس ده positive وده ايه؟ negative المهم ده الطرف negative وده الطرف positive وده conductor فالطبيعي conductor جواه negative particles اسمها electrons جبه حركة الالكترونات هي الحركة الحقيقية للكرن يعني الشحنات اللي بتتحرك بجد هي يا جماعة الالكترونات جميل يبقى هنا الالكترون بيلف في السيركت وده اسمها circuit بيطلع من الطرف ال negative ويفضل ماشي ويعدي في الكندكتور ويرجع تاني للطرف positive فلما يلف يبقى انا بحرك الالكترونات من negative terminal of the battery through the circuit and to the positive terminal of the battery طيب تعالى نبص كده على ال definition the flow of electrons from negative terminal to positive terminal جميل نرجع بقى هنا traditional الجزء التاني من الاتجاه ايه قصة traditional عادي يا سيدي هنا بس هم العلماء وضعوا فكرة معينة عكس chemistry يعني عكس تبليس chemistry بتاخد الحركة دي والاتجاه ده وده الاصل وده الحقيقة او دي كل حاجة طبيعية اما هنا اقترحوا ان positive هو اللي يجب يعني يطلع يعني لازم يدي current ما ينفعش ال positive يستقبل current مع ان الواقع دي الكترونات بتتحرك ناحية positive بس هو مش عاوز الحاجة الواقعية وعايز حاجة traditional او conventional يبقى دا اتفاق مثلا دولة اتفقت ان المراس يتوزع على الاخ زي الاخت هو الاصل عند المسلمين ان الولد يورس ضعف الاخت او البنت تورس نص الاخ او الولد دا الاصل جاء الدولة حكمت بغد نظر عن اسمها لان ما نجدعوها بالتفاصيل احنا عايزين نقول دولة حطت قانون من دماغها وقالت الولد زي البنت في المراس يبقى الاصل بيتقال حاجة لكن traditional اتفقوا هم بقى خلاص وحطوا القانون ونفذوه على الدولة بتاعتهم ما نجدعوه يبقى انا بتكلم طول منا جوه حاجة ملتزم بقوانينها زي ايه بقى يعني ايه traditional يعني عرف تقليد فبالتالي انا لازم امشي على التقليد بتاع علماء الفيزيكس عشان عارف في ناس هتسأل نفسها هو انا مشي كده ولا كده ما دا الاصلي مكمل بي ايه اللي انت بتقوله دوت هو مش انا اللي بقوله يعني انا مش عايز افرده عليك انا لو في ايدي همشي معاك كده افضل عشان دا الواقع دا الحق دا اللي بيحصل دا الحاجة الحقيقية دا الفاكت لكن بالنسبة لده هم الاتفق علي طب ايه يا سيدي هنعمل يبقى دلوقتي قلي هنتخيل ان في هنا positive charge اه يبقى انا هنا هتخيل ان دول positive charge و هتتحرك من terminal positive كده وتعدي على ال conductor وتسلم عليه وتقوله شكرا مع السلامة وترجع تاني المين ال negative terminal هنا بقى هتلاحظ ان حركة ال current من positive terminal هيتحرك نحية negative terminal بس دا بره البتل يعني من خلال بالcircuit ايه بره و ايه جوه دي معلش هنسمعها تاني في درس بنفصل لكن اللي همين دلوقتي اي current بنقول لي اتجاهين actual direction with traditional or conventional direction طب نعمل ايه؟ عشان هجبلك عليها مسألة في ال home work لازم تميز الكلام كويس actual direction هو حركة الكترونات من negative terminal لغاية positive terminal اما هنا حركة شحنات positive هي فيه شحنات positive في ال circuit تخيل معلش زي الناس اللي في مصرح مصر يا سيدي تخيل تخيل ايه؟ positive charge بتتحرك من positive terminal بتاع البتل وتمشي في ال circuit وترجع لل negative terminal بتاع البتل هنا عرفنا اتجاهات current وبالتالي بقى تعالى نشوف ناخد كده هنا example معين بص يا سيدي اول حاجة لو جبت لك لامب وحبت اشرح لك عليها اللي احنا عمين نتكلم عنه من شوية ايه بقى يا سيدي؟ هنا negative يبقى السهم ده الحركة دي بتاعت ايه؟ الحركة دي يا سيدي يعملها باللون الاخضر عشان نبقى بنعبر عن حركة electrons اه طلع من ال negative ويتحرك خلال ال circuit يبقى كل ده ويخش كده يعدي في اللامب ويرجع تاني يبقى كل ده حركة ايه؟ يبقى دي electron current flow من ال negative لل positive تعال بقى هنا ونقول لو رسم لي السهم عامل كده يبقى دي حركة positive charge عشان كده يقول لك conventional current بس من ال positive هنجي بقى هنا وتخش مش جوه اللامب بس ده تخيلي يعني شيء تخيلوه مش الحقيقي الحقيقي هو ده فانا عايزك تتركز عشان ده بيجي عليه سؤال جميل ويمضمونة دركته لو رسم لي كده تعرف الندائي traditional ولو رسم لي كده تعرف الندائي actual تعال بقى نكمل وناخد سؤال جميل كده شفته في احد الكتب بيقول which of the following electric circuits shows the conventional of current i conventional direction of current i and the direction of the free electrons motion correct يعني شوف المناسبة اللي تقول لي الاتجاهات مرسومة صح ولا غلط لو الصورة مش واضحة عندك هنا هتلاقي البوكلت اللي معاك الصورة فيها واضحة جدا هنا انا عندي اربع رسومات احدد منهم بقى مين الاجابة الصح تعال بقى ركز معي رقم واحد متجديش على اي اجابة وتبص على جزء اه الجزء صح اعلم عليها صح غلط اما الاعمل ايه مستر بص يا سيدي همسك اول رسمة واقول الشرطة الطويلة دي هي جميل لما لاقي السهم طالع كده ونازل لتحت ومكتوب عليه ما هو اي ده هنعتبره رمز ال current هو قال لي حتى في السؤال which of the following electric circuits shows the conventional direction of current i يعني ده conventional يعني لما احب ارسم حرف ال i في اي دايرة كهربية اروح جاي اشوف بيطلع من ال positive وارسمه عشان يترسم في الاتجاه ال conventional ده اللي هشتغل به الاخر السنة بقى طيب كده كلام سليم الالكتروم ده هل بيتحرك نحية النجدف السهم اللي مرسوم بيقول كده لا طبعا انا مش عايز كده انا عاوز الصح فالصح ان الالكتروم بيتحرك من ال negative ويبقى نازل كده فطبعا الجزء ده علميا كده مرسوم غلق يبقى الراسمة دي كده ما تنفعنيش وقوة تعمل كده في ورقة الاجابة انا هنا بلغيها قدامك بس لكن انت في الامتحان ما تجيش جمد الاختيار ليه بقى ان انت وانت في الجزء دوت لازم تاخد بالك ان انت متعلمش على ورقة الاجابة غير بقلم رصاص وتمسحه لو انت محتاج ايه تعدل في الاجابات ويبقى الرسم الصح كده ده اتجاه الكارنت وده اتجاه الالكترون ده صح لكن ده مرسوم غلط وقادي الدليل طيب نخش على الرسمة اللي بعدها الرسمة اللي بعدها بيقول لي الكارنت ماشي كده صح يبقى زي ما بيطلع الكارنت نازل من البوستيب ينزل ويعدي عليك اعلام ويرجع للنجاتب طب بالنسبة للالكترون يطلع من الضيابة وينزل ويعدي اعلام والثمان كده او العكس اللي هو ال الالكترون حسنا ال الالكترون والاكترون الالكترون فهدت الموضوع انا عشتقل باللون الأحمر ده على طول الالكترون ده هو الوقرة لكن هذا ما يوجد دعوة انا فقط تأكد ان الالكتروني اتحرك سيوجد اوه يبقى الرسمة ده سليمة جميل حاجتي بقى وروح مظلل الدايلة بتاعتها في ورقة الاجابات اهو ظللت يا سيدي وبقيت جميل طب انت تأكدت منهم ان اجابتك انت لصح والتنين دول غلط ودي كده امان غلط انت طالب هل انت متأكد يعني عايز اقولك ان المدرس ساعات بيرلط لان سرعة التفكير غلط انت مش عايزين تسرع احنا عايزين تركيز وهدوء عشان كده حتى لو لقيتني بنفعل شوية انا بشرح برجع تاني اهدى عشان ما اطلق بطش فانت لازم تاخد بالك ان هنا لازم اجابتك تتأكد انها صح والبقين كمان غلط مش مجرر ما تلاقي الاجابة صح ما تكملش نصيحة لحبيبي واخواتي الصغيرين علشان انا اكمل وانا متطم لازم اتأكد من دول طب يلا نتأكد الرسمة رقم C الطبيعي او الصح حسب العلماء بتوع الفيزيكس ما قالوا current i يخرج من positive pole ويمشي كده لكن هو بص مرسوم ازاي على الجبل مرسوم غلط يبقى الرسمة غلط ما تنفعش مش حقدر حتى اختبر الالكترونز واحد يقولي طب ما نجرب كمان الالكترونز اقوله تعالى سيلي الالكترونز تخرج من ال negative pole وتنزل كده وبعدين لما هتنزل كده هيحصل ايه؟ عكس الاتجاه المرسوم برضو غلط طب نعمل ايه؟ ما خلاص؟ الغيها ما تزعلش نفسك انا اتأكد ان دي صح طب خلاص اشوف سؤال تاني لا معلش اختبر اخر اجابة عشان تبقى متطمن current بيخرج من positive لكن اللي مرسوم عكس الصح او عكس المنطق او الكلام اللي قالوه علماء الفيزيكس يبقى خلاص برضو دي اجابة ايه؟ وبالتالي انا رجعت على الاربع اجابات و اتطمنت ان الاجابة اللي اخترتها هي اللي صح يبقى خلي ده مبدأ و concept في حياتك ايه؟ ال concept اللي تمشي بيه ان انا لما اجي احل سؤال multiple choices اعمل ايه؟ راجع الاجابات كلها و اتطمن ان اجابة اللي اخترتها صح ان ممكن في بعض الاسئلة ان انا اخترت الاجابة رقم بيه وبعد ما احل سي و دي او اراجع سي و دي الاقي سي هي اقوى في الاجابة او هي الصح و انا اللي اتلغبطت و اخترت بيه او اتلغبطت و اخترت ايه؟ يبقى لازم تعدي على كل الاجابات سامحوني بقى على الاطالة والتفاصيل المملة تي اول سي شنينة مع بعض فلازم اكون دقيق في كل كلمة والنصايح لازم تتقال ما بين حاجة و حاجة عشان عايزكم اوائل على الجمهورية ان شاء الله و افتخر بيكم و اتشرف بيكم بعد نهاية السنة و يوم ظهور النتيجة نتدي نخش في ايديا جديد تايتل جديد جوه الالكتريستي اسمه الالكتريك كارانت انتانستي تعالوا بقى نشوف تفصيله صغيرة هنا هنا يا جماعة لما اجي اقولك مجموعة تشارجز بتجري كده عايز اعديها من باب معين فنحن اعمل كده و ليكن ده باب فالطبيعي جدا اللي تشارجز هتعدي كده و ربعه يبقى ده تجاه الحركة بتاعتها انا بقعد هنا و امسك ساعة stopwatch كده مثلا ده نظام قديم او stopwatch حاجة كده ماذا انت بترسمه ده انا بس بحاجة يعني خليك تعيش كده ايه sense يعني عمال المسك stopwatch و عيد واحد عايز اعرف كم تشارج عدت من خلال الباب ده في الوان سكند يبقى عشان اعرف الالكتريك كارنت انتنسي بشوف الفلو ده بيعديدي كم تشارج في الوان سكند مش فاهمة مستر هات بطارية كبيرة وهات بطارية اظنان خالص المس دي ما تحسش باي كهرباء طب البطارية كبيرة زي بطارية العربية لا تحس بكهرباء حصوصا لو انت موصل اطراف معين طب بلاش المس البطارية بتاعت الريموت هات بكهرباء هو فيه كارنت بس انت مش حاسس به ضعيف لكن الكارنت بتاع الفيشة في الحيطة او الكارنت بيتقاس بانتنسي شدة الطيار يبقى لو انا هنا بتعدي من الباب مثلا 1 تشارج في السكند غير لما تعدي 2 تشارج في السكند غير لما تعدي 50 تشارج في السكند يبقى الانتنسي يختلف فجاء عطاني definition جميل قالت ايه quantity of electricity passes بتعدي او flows ايه بقى cross section ايه بقى cross section انت عندك دلوقتي اي سطوانة بيبقى شكلها اصلا عامل كده فهيبقى هنا side area وهيبقى هنا side area وهيبقى هنا cross section area يبقى مساحة الدائرة هي cross section area يبقى الباب ده بيمثل cross section area ادي مفهوم بسيط لكلمة cross section area يبقى دي سطوانة لو لفتها كده الجزء ده الدائري هو cross section area او cross sectional area بتتقال كده في ايه الامتحاد فقط لغبطش نفسك وتبقى فهمة من دلوقتي ان AD او نعملها هكده افضل اهي AD تعبر عن cross sectional area تمام نرجع عليه الديفناشن بقى بتاعنا بيقول يعني ايه electric current in Tennessee هالك the quantity of the charge passed through a given cross sectional area اللي استغيلها من شوية in one second بتعدي كام charge في الone second يعني كلها كام في الثانية الوحدة طيب يعني نبدأ نعمل ايه هنبدأ نشوف كده رسمة جميلة AD charge بتعدي في الثانية بس هنحسبهم ازاي هو بيقاسهم بطريقته انا عاوز احل مسائل يبقى هقول رمز ال i هو electric current in Tennessee شدة الطيار ده اللي هعرف منه الطيار شديد ولا الطيار ضعيف equal mean q يعني quantity of electricity انها من شوية بطري divided على time كميل يبقى ده القانون هنحفظه لا هتلاقيه موجود في كراسة المفاهيم في الجزء الخاص بالفيزيكس بعد كده ناخد القانون ونبتدي نقول units ليه بقى مفيش حاجه يتقال عليها رقم وخلاص لازم كل حاجه تقول رقمها وجنبيها units بتساوي كام وإلا مش هتقدر تميز physical quantities عن بعض مش هنقدر تميز speed عن time مش هنقدر تميز current عن electricity quantity of electricity يبقى هنا لازم أميز كل حاجه باليونت بتاعتها تعال كده اميز لك حتة صغيرة بتقول ان Q بتتقاس بيونت اسمها column ولسه ايلنها من شوية ونشرح والtime كلنا عارفين بيتقاس بحاجه اسمها second يبقى column pair second اهي بس اللي اكتشف current هو واحد اسمه امبير رحو مسمييني اليونت بتاعت electric current in tennessee بامبير يبقى انا هسألك في الامتحان كولوم بير سكند اكويفلنت تو ايه تقولي اكويفلنت تو امبير مش اكويفلنت تو فولت او او اوم او ميتر بير سكند لا وانا كتب لك هنا في البوكلت التفاصيل شابتر تو هنبتدي ناخد حاجه مهمة الاجهزه اللي بتقيس current والpotential والresistance كلمه ايه دي؟ resistance ماش فاكرها لا اخدتها في ميدل ثري وحنعيدها لك بالتفصيل يبقى الجهاز اللي هستخدمه عشان ايه الالكتريك current اسمه اميتر او في ناس بتنطقها اميتر مش مشكله يعني whatever انت بتنطق ازاي انا يهميني تعمل في الاسم هو جهاز يستخدم لقياس الالكتريك current in tennessee او لقياس شدة الطيار الكهرابي وبالتالي لازم ابقى عارف كويس جدا ان ده جهاز ام اختصال لامبير وميتر للقياس عمتا يبقى اميتر يبقى بيئيس الطيار الكهرابي نبتدي بقى هنا ناخد كلمة امبير دي حاجة لو جاءت لك ستجي بس شوية وانت تختار فبالتالي امبير هي اليونت بتاعت الراجل ده مين الراجل ده الكهرابي وين تشارج وان كولوم يبقى الامبير عمتا بيساوي ايه؟ رقم بالكولوم على رقم بالسكند بس لما اقول تشارج وان كولوم يبقى عدت من وان كروس سكشن خلال بس لو عايز اوصف الكولوم توصفه ازاي؟ وان كولوم وان كولوم وان كولوم يعبر عن الالكتر كارنة انتنستي بتعدي خلال كوندكتور نتيجتها كان فيه شحنات معينة طب لما تبقى الشحنات دي وان كولوم يبقى الالكتر كارنة انتنستي بيساوي كب؟ بيساوي وان امبير طب هيعدي الشحنات دي في خلال قدقية يبقى خلال امبير يبقى خلال امبير فبالتالي تقول يبقى لازم اركز على كلمتين دول بسيط تفتح منه التعبير الفيزيائي عن امبير والتعبير الفيزيائي عن كولوم ومش هتحفظ حاجة في كراسة مفاهيم فيها اساسيات وكمان انت بتعدي على الافكار دي كلها تفهمها ولما يجي لك اي سؤال بتستعين بالافكار دي وانت بتحله السؤال دي يكون فيه مفهوم معين فيزيائي واللي تختار بقى حسب الـ مين اقرب اجابة للي انت عايزه هنا بقى عايز اتكلم بقى طالما فتحنا سيرة المسائل اللي بتتحل بالارقام هنعمل ايه لما يجي حل مسألة دايما عقدة الطالب انا ما بحبش الفيزيكس بفهمها بس ما عرفش حل بتقبلها والمدرس جميل وشاطر وحلو وكيوت بس يحل بقى لبطة بالادي لما نحن نفكر كده مع بعض هي المسائل دي بتبقى عبارة عن ايه يا جماعة يبقى تاكست او بياجراف لو بيشرح حاجة كبيرة يعني ويحدي يقول لك كلام وفلان وعلان وتشارج وإلكترون وحصل ومشى كده وعمل كده وحتشوف دلوقتي في الـ بس يديك كل جيفن يا اما ارقام واضحة وصريحة ويقول لك يلا بقى طلعلي المطلوب اللي هو يا اما يقعد بقى يقعد في الكلام يقول لح الفاظ انت تستنتج من الالفاظ دي ارقام طب اعمل ايه انا حلتلك مشكلة اي بروبلم عاوز تحلها المسائل الرقامية بالذات اللي بتتعبكم والتعويضات وتقول لي انا مش عارف اعوض بمين انت كده كده هيبقى معاك رأسة مفاهيم فيها القوانين وصدقني حاولت تجيبها من موقع الوزارة انا هبعتلك نسخة تخص الفيزيكس انت بقى هات لكل المواد وتضعها وتدرب عليها من اول يوم في الدراسة ليه؟ عشان ما تبقاش يوم الامتحان مش عادف تفتح ايه ولا ايه لا هتبقى عادل في رقم الصفحة في كل حاجة في منها لطلبة علم معلوم وفي منها لطلبة علم الجدر واللي عاوز نسخة بيجي اف برضو بعتلي على واتساب وحبعتلك كل حاجة بالتفصيل وكده كده انت هتبقى معي على جروب واتساب هنزلك عليه كل المعلومات المفيدة وكل البيدي اف اللي انت هتحتاجه هنا بقى السؤال لما تقابلني بروبلم اتصرف ازاي وانا بحل سواء في البيت او في الامتحان اقولك هنمشي على اربع ستيبس اول ستيب انك تقرى المسألة مرة واحدة على بعضها لكن احذر ليس بالفعل انفعش انيلكترون تشارج موز لأ اقرى بالروحة انيلكترون تشارج موز من point A to B يقولك انت ميز اتحرك منين ورايح فين وحنشوف المسائل دلوقتي بس انا عايزك انخدح دماغك معايا شوي رقم 2 وانا اقرأ وانا اقرأ وانا اقرأ وممكن اخطط كده في النص اتخطط على ايه؟ رقم 2C ايه 2C ايه 2C اقل لك انا بقى 2C يعني تشارج 2C ايه 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 2C او حتى سؤال من نظام القديم لما كان يقولك وانا اقرأ وانا اقرأ فانا مش عايزك تدخل كل حاجة على وضع خلي المنتالي بتاعتك تبقى عالية ازاي؟ بالتمالين الكتير هتقرأ السؤال كويس جدا يبقى وانا هتقرأ هتلاقي نفسك فيه حتة نقصات مع انها جبن مكتوبة يعني مثلا يقولك ايه 1 second الله ما هي second يعني 1 ولازم يكتب لك رقم 1 كتب لك O N E يبقى لازم تعمل ايه؟ تميز ايه ده مستر وفيه ناس كده؟ معلش ما احنا بنقابل حالات كده تذكرنا انت فلو منت منت يا جماعة منت في ايه صعبة؟ 60 seconds يعني لا والله مستر ما اخدتش بهلي اوه يبقى انا مزعلم منك ده انا بساعدك يبقى نقرأ المسألة carefully وبعدين حدد وانت بتقرأ mean given mean required هنعمل underline كده ونقول the q, the t, the i, the r, the v طبعا انا مش من نوع ده يا مستر يبقى تقرأ مرة واحدة على بعضها step 2 تقرأها تاني بهدوء وتحدد عندما تضع لبعضها وتجد تقرأ مرة ثانية هتفهم عادي step number 3 هنعمل ايه؟ اللي بقى تهتم بالunits يعني ايه؟ يعني لي كولوم ولا ميلي كولوم ولا مايكرو كولوم بجد؟ اه ليه؟ محضرتك لازم تستخدم التحويلات يا بسطر تحويلات ايه؟ دي كان نواردنا في سنة 1 هقول لك بقى خبر يفرحك اولا كراصة المفاهيم هتجيلك التحويلات جاهزة يعني الميلي بيسوي كم؟ والميكرو بيسوي كم؟ الكيلو بيسوي كم؟ والميجا والجيجا الأساسيات اللي هتحتاجها وانت بتحل الله دي حاجة حلوة تفرح ماشي بس تركز طبعا انت لازم تبقى فاهم ان الام 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 عشان كده من تجارب عشرين سنة تدريس بشوف الناس بتغلط في ايه؟ وحاول اوضح لك عشان ما تقعشف اخطوات غيرك عد عليها وخلاص انتحت طب تعالوا نبص كده لما يقابلني يونتس لازم اعمل ايه؟ لازم احول اليونتس دي لنمبرز يعني الميلي يتحول لنمبر والكيلو يتحول لنمبر اه يبقى بعد اذنك النمبرز هتفرق معك في الكالكوليشن فبالتالي هيطلع ناتج الأخير يا صح؟ يا غلط اخر بقى من الاربع ستيبس اللي قلنا عليهم انت حلت تماما الناين عور طلع معك الانسر فمثلا يا سيدي تعال بص كده الانسر طلع معك في الجزئية بتاع الكالكوليتر نكتبها بس هنا بلوم مميز وانت بتحل طلع الانسر كده 0.035 عظمة انت شاطر بس للأسف ملاقيتش دي في ال4 choices الموجودين طبعا اعمل ايه؟ عايت؟ لا طبعا فيه بقى حتة كده يبقى انت عندك سينس عشان كده هتلاقيني هنا لازم نقولي make sense للفاينال انسر ايه ده؟ دخليك بقى الراجل بتفهم اللي طلع على الكالكوليتر كده احنا خدنا سينيور وان كان يا مستر سينيور وان ما انا قلت لحضرتك انا ما حضرتش والله كنت مكبر دي ماري وانا بقولك هبتدي معك من الزيرو فيه حاجة هنحتاجها من سينيور وان هشو حرك دلوقتي والتحويلات قلت لك هتبقى موجودة عندك given في ورقة او كراسة المفاهيم سواء يوم اللجنة او في الجزء اللي انا بعتهولك طبعا بص بقى هنا كده الحرجة دي ايه ده؟ نيبوينت يقول عليها الديسمر طيب نعمل ايه؟ اما احب احركها كده او احركها هنا او احركها هنا اعمل ايه؟ تروح اعمل time stem power negative ليه؟ اصلي ده اسم الاقل من الواحد الصحيح يعني يعمل ايه؟ كل ما اتحرك الpoint هتعمل هنا عدد الحركات طبعا نشوف بقى الكلام ده في ورقة فضية كده بالراحة يبقى revision سريع لكل الناس لو جالي رقم كده ممكن اكتبه ازاي؟ او ادور على بديل زي الصيدلية تروح الصيدلية تقول له عايز الدواء كذا يقول لك مش وجود اعمل ايه؟ خد البديل نفس المادة الفعالة نفس الدوز يعني جميل وحلو وحية عجيحك اه يعني اشتغل بيه؟ اه اشتغل بيه؟ هو هو بالظبط بس الاسم مختلف طيب تعالى الشكل ده بقى ممكن يساوي ايه؟ قال لي ممكن احرك ده حركة واحدة بس وروح كاتب كده zero لما ده يجي هنا يبقى zero zero بس امش عايز الزيرو ده خلاص يبقى اعمل ايه؟ الزيرو اللي كان هنا ده؟ عملته كده دي بقى تيجي هنا يبقى زيرو واحد بس وبعدين الزيرو ده هايبقى واحد بس وهنا three نكتب five بس لازم اكتب times ten و negative negative كام؟ هو انا اتحركت كده كم حركة؟ حركة واحدة يبقى negative one طب لو ملاقيتش الشكل ده في الاجابات ادور على اجابة تانية يعني اعمل ايه؟ جرب تحركها مرتين يعني تبقى دي تتحرك مرة كده و مرة كده ساعتها هتلاقيها موجودة في الاجابات كده طب لو لقيتها في الاجابات كده يبقى ساعتها لازم ده يبقى negative two ولو جيت ملاقيتش دي في الاجابات يعني ملاقيتش دي و ملاقيتش دي طبعا اعمل ايه؟ حركها يا سيدي تلات مرات يبقى انت بتجرب و دي بقى المنتاليتي بتاعتك عشان كده مرة على مرة المنتاليتي هتزيد بس تحملني في الاول ويتم الزكاء يبقى جميل و في مستوى الامتحام فيبقى اخر محاولة ان ادور على الاجابة تكون كده بس بشارك times 10 power negative بس نجد في كم؟ ادي واحد اتنين تلاتة يبقى كده ايه؟ اجابة تلاتة اه يبقى انا فهم لما يجيلي answer بالمنظر ده ملاقيتش الاجابة دي موجودة ادور على دي بس ازبطها ملاقيتش الاجابة دي موجودة ادور على دي ادور على دي ادور على دي اوصل لدي الطريق اهي طب ازاي اوصل لدي الطريق اهي و ازاي اوصل لدي الطريق اهي يبقى هنا يا جماعة احنا عرفنا ازاي خطوات او ازاي نحل اي مسألة نستخدم الاربع خطوات دول تعال بقى كده نجرب مع بعض يلا بينا اول سؤال بيقولك إذا العمل الإجابة الرهيسية 10-19C ثم الكوينترون على الاتجابات من الوقت امتران لتعيش 2 مليامبير إلا أعلم علي بعضه و لا تنظر على الأربع اختيارات ذلك أعتبرها راتين أو إسية و لا تنظر على الإجابات أصلا فكر بقى أول خطوة إلا تعلم معلم على الجفن الجبن الاولاني اهو يبقى ده بالنسبة لي الالكترونيك شارج وبعدين then the number of electrons that pass in a conductor per minute منت يبقى time وبعدين to produce two milliampere يبقى ده هنا هحدد مين الجبن اهو وده بالنسبة لي الالكتريك كارنت انتنستي وبعدين هحدد the number of electrons number of electrons يبقى هو عاوز مين دلوقتي ال-n لما تيجي بقى تفتح الورقة بتاعة المفاهيم هتلاقيك ال-a-t مكتوب لك كده تعال نجربها كده في ورقة الوحدة i equal q over t بس انا معايش q لا ده هو كمان بيخدمني هتلاقيه مكتوب n times e over t يبقى استخدم مين؟ لا ده انا استخدم القانون الاسرع n times e over t جميل يعني ده بيساوي كم؟ هو كان مكتوب 2 2 ميلي امبير تعال رهيالك كده 2 ميلي امبير نرجع يبقى حكتب هنا 2 بس روح لورقة المفاهيم واشيل كلمة ميلي وحط مكانها number يطلع الرقم كده ده عظيم اول وبعدين وحاجه اي كده ال-n هي المطلوبة خليها زي ما هي طب بالنسبة لل-e هتجابها من ورقة المفاهيم او تجابها من given بتاع السؤال حلو 1.6 times 10 power negative 19 وال-time مكتوب في السؤال كان minute minute يعني 60 seconds حلو قوي وبعدين بتستخدم بقى ال-calculator وتعمل الطريقة دي طيب انا هنا هنعمل shift solve طريقة اسمها shift solve وفي بقى طريقة تانية انك تستخدم ال-calculator من غير shift solve في حوالي هيلك دلوقتي طب نرجع هنا ال-pdf عشان ارجع الوضعية تاعت shift solve بالاول تعالوا بص كده على ال-calculator اول خطوة هتروح جاي كده في الوضعية دي خليني بس نشيل الحاجات اللي عملة على العلامات دي ونبتدي نقوم والله انا هدوس هنا كده واروح جاي قاير two times ten power negative three بعد كده alpha equal لا تتمزل تحت الاول كده وتعمل alpha بالاحمر اهو equal على زرور اسمه calc هيكتب لك علامة ال-equal هنا وبعدين تدوس على fraction وبعدين عايز اكتب ايه؟ بص هكتب لك القانون هنا عشان تبقى مركز معي ال-i equal n times ال-e over time ال-i ب2 ميلي امبير كتب تاهي ال-n مفيش هنا حاجة اسمها n فهستخدم زرور ال-alpha اللي مكتوب الاحمر ده هنا وبعد كده دوس على ال-bracket ده فوق منه على ما اسمها x يبقى انا هاختار alpha و x طيب هو عشان ال-board يبقى نعمل كده alpha x الكتب هنا حرف ال-x وبعدين تعمل times يعني بص الاتنين شبه بعض قوي بس معظمكم بيعرف الطريقة بتاعة ال-shift solve دي لكن انا بقولها تاني عشان لو ما يعرفهاش الطريقة بتكتب ان انت هنا بتكتب ال-i بتساوي كذا فتكتب ال-i هنا alpha equal alpha equal لهم قدي الزرارين دول اللي بيعملوا علامة ال-equal دي بعدين تقول alpha x مكان الحاجة ال- unknown وبعدين راح جاي يعمل times و راح كتب الشحنة بتاعة الالكترون اللي هي 1.6 times 10 power negative 19 كده انا تمام بعدين انزل تحت و انزل في ال-fraction تحت خالص اكتب ال-time ال-time 1 minute يبقى 60 الاستعجال بقى هنا انك بتروح جاي يعمل زي equal الله غلط و ما نعمل ايه هتدوس بقى على زرار shift كلنا عارفينه وتحت منه calc او كلمة solve بال-orange هايقل لي solve for x الرقم اللي اطلع ده ملكش دعبه اصلا مش هو ده مش هو ده الاجابة الاجابة بتعمل shift solve ولازم تدوس equal هنا بيغيب شوية معلاش اي calculator بيحصل فيه الحركة دي الفكرة بعض ال-calculators قالت لك can't solve دي بقى هتقابلك كتير في اي حاجة فيها powers كده postive or negative زي charge بتاعت ال-electrum طب اعمل ايه يبقى هنستخدم shift solve طلعت نتيجة صح الله ينوع طب ما طلعتش النتيجة صح يبقى هتطر استخدم الطريقة التانية اللي هتشرح لك دلوقت طب تعال نشوف الطريقة دي لو الاجابة طلعت صح او ال-calculator طلعت لك اجابة يبقى هتطلع الرقم ده طيب يبقى هتطلع بال-shift solve الاجابة كده طب لو ما طلعتش بال-shift solve وقال لي كده قال لي الشكل ده can't solve a-c cancel right or left go to يعني مش عارف طب انا في غلط ما قال ليش error قال لي can't solve بص على شكل ال-calculator عشان ده اللي هيصل معاك في الواقع وتقعد تعايت وتدايق ولا تعايت وتدايق ولا اي حكرة هنرجع للطريقة الاساسية قبل ما يختلوا وشيفت solve وانا مبسوط جدا ان كتبت لي دي يبقى ال-calculator مش قادر يحلها مش كل انواق ال-calculator تحلها بسرعة وفيه ناس بتاخد وقت وفيه ناس تقول لك can't solve حسب نوع ال-calculator لما تقابل لي مشكلة زي دي هتصرف ازاي ساعتها بقى حل جاء للحل التقليدي يعني هنا حل سديع قانون تعويض shift solve طلع لل-answer في مسائل كده هتتحل معنا shift solve و هنجربها في مسائل تانية لكن تعال بقى هنا لما اقول لك مش قادر احلها بال-calculator السديع اقول لك يا سيدي امسك القانون ده انت عاوز مين انا عاوز ال-N طب انا خلي ال-N كده في مكانها ال-E هنا جنبها time استروح الناحية التانية divided يبقى ال-I تفضل في مكانها ال-E اللي كانت هنا بال-times كده اشيلها من هنا و اوديها نحية تانية divided طب ال-time اللي كان هنا divided يروح الناحية تانية بال-E بال-times ممكن ال-times يبقى هنا او هنا و ساعتها هيبقى القانون بقى ترتب كده اوه يعني ارتب القانون اوه يا سيدي يبقى ال-N equal i times t over e وساعتها هتطلع معك بال-calculator بالسهولة و هزبط لك الكلام دلوقتي ال-I two milli ampere ما تنساش التحويل ال-time و ال-time 60 seconds عشان هو مكتوب لي minute و ال-E given 1.6 times 10 power negative 90 و هيتلع ال-answer نفس ال-answer بالظبط والله دي حاجة عظيمة يعني لما انا كده دي طريقة اسهك ماشي صبتها لا انا احب احل بطريقة shift solve و راحتك اخد بقى كده screenshot و ما تنساش طريقة shift solve مستوى مش عادف اخد screenshot يعني خليها في دماغك الفكرة ان عندك طريقتين تجيب بهم الحل تعال نجرب بطريقة calculator اللي احنا نسائلين عنها من شوية وهي انك تكتب القانون بالترتيب الجديد يعني i times t over e و راح جاي هنا اعمل خلاص ac كده بقى و ازبط calculator لازم بقى الغي دي لازم بقى الغي دي لازم بقى الغي دي راح جاي كده و اقول fraction و اقول current 2 times 10 power 10 power negative 3 يبقى times 10 power negative 3 و انزل تحت يا جماعة ما انفشك تبدأ بالpower اللي فوق و اقول times كنا كدبنا من شوية i times t 60 minutes و انزل تحت يا جماعة و اقول divide it على charge of electron يبقى times 10 power negative 19 equal اطلع الانسر اللي انتو شايفينه ده طيب يبقى ساعتها هروح عند الليتر ده وعمل تظليل في ورقة bubble sheet او الاجابات يلا بقى نخش على مسألة تانية طبعا هنصنف المسائل ازاي هنصنفها كالادي اسئلة level 1 level 2 level 3 level 3 level الوحش صنفها براحتك المهم اسئلة سهلة جدا اسئلة متوسطة اسئلة صعبة او اسئلة متفوقين المهم انك تحل يلا نخلش بقى على السؤال نخش على السؤال اللي بعده و نسرع بقى شوية يعني ن churches out in column Schooling through a point in a circuit in one minute when the current flowing is 3 amperes او اجب احسب Electric Charge What choose ? In column OK coming through point in a circuit يبقى ده time يبقى خلاص القانون بقى سهل بالنسبة لي i equal q over t ده اللي حنلاقيه في ورقة المفاهيم لكن انا مش هياوز ال i فمتطلع العملية خلي ال i في مكانها ده divided يروحني حيث تانية ايه times يبقى q equal i times t عظيم طب لو قلت ال i ب 3 وال time ب 60 يبقى ما تستعجلش وتقول لي one وتنسى المينت one time هتختالي الاجابة الغلط انما انت الاجابة الصحية q equal ده 3 امبير وال t 60 seconds مكتوب one ماشي one minute يعني كم seconds 60 seconds يبقى الاجابة الصح 180 ودي طريقة الحل اللي انت لازم تمشي عليها سؤل لي بعده the electric current that passes through cross section of a wire per minute if you know that number of electrons 10 power 20 يبقى انا هنا هبص على given ده ده بالنسبالي m and e equal 1.6 times 10 power 19 جميل وهو الرجل مدياني ايه جاه زايد عاوز ايه عاوز current بس لازم يديني time يبقى مين ديه minute يبقى انا عرضت السؤال مرة وارجع عرض تاني بعيني واطلع given خلاص بقى تعويض مباشر يعني حنعمل كده all equal n times e over t عظيم طلع الكالكيليتور وابطل يقول fraction ال n equal 10 power 20 ولازم اعمل بالسهم ده كده وانزل عشان انزل في مستوى البيض وليش دعوا بالpower times e 1.6 times 10 power negative 19 divided على 60 equal طلع لي بقى fraction كده جميك طب fraction ده هني اعمله ازاي مش مقبود هده في الاجابات هو ده لانا كنت بتكلم عليه في step number 4 انك لما تيجي تبص على الانسر ما تبصش عليها زي ما تطلع في الكالكليتور زبطها حياءها طيب نعمل ايه نروح رايح ليس على الزرور اللي مكتوب عليه هنا SD اللي هو فوق الديليت SD طالعيتلي بكام 0.26 يبقى الاجابة هنا 0.26 جميل 0.26 حامل فيها ايدي مش مقبودة ما فيش zero point آه فيه powers يبقى لازم احرك الpoint دي بقى طيب كلهم 2.67 آه هي المفروض تبقى كده 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 عادي جدا يعني approximately 2.67 طب دي برضو مش موجودة اللي موجودة 2. آه يعني الpoint لو حركتها كده ده ممكن يكتب ازاي اي احمر محرك دي علامة واحدة بس ساعتها هتبقى 2.cat كده والpoint دي هتكون جاية هنا ولو عملت كده اوكي بس ماينفعش اسبها كده لازم اكمل time, steam power, negative انا حركت الpoint دي كم حركة حركة واحدة يبقى negative 1 تبقى الاجابة رقم ايه جنه ربيت كل الاجابات طالع معي ايه عادي مش شرط الاجابات تبقى زي بعض ولا شرط سؤالين 3 و 4 الإجابات تبقى مش ايه او مش بيه افصل كل سؤال عن التان لان النموذج الامتحان اللي جايلك هو نفس الاسئلة عند زميلك بس بتلتيبة مختلفة عادي ممكن تطلع عشر إجابات اي و 4 بس هما دول الصح وعند زميلك اول عشر إجابات اي بي سي اي بي زي يعني الشرط بيبقش كلهم نفس الإجابات فبلاش نلغبط ونشتت مخنان امسك سؤال سؤال واشتغل عليه بهدوء وانت ستبقى كويس جدا السؤال بقى ده بيقول calculate the number of electrons that pass through in 10 seconds through a wire carrying 5 milliampere given that the electron charge is 1.6 times 10 power negative 19 column السؤال كده عمتا على بعضه تعال نطلع الجبن بسرعة هو عاوز number of electrons يبقى عاوز N that pass through 10 through in 10 seconds يبقى T يبقى بيعدي جوة منين اكيد جوة conductor through a wire carrying 5 milliampere يبقى ده l i given that electron charge يبقى معايا كمان l e يبقى حنعمل نفس الخطوة اللي حلناها هناك لما قولنا l i equal n times e over t وترجع يبقى l n equal i times t over e عظيم انا دلوقتي اشغل الكالكوليتور فالكلام ده هيختفي بس طبعا الكلام ده لازم نكتبه معايا في ورقة او تكتب معايا في الكالكوليتور ونكتب ايه l i بتساوي 5 milliampere وال time 10 seconds مش كل مرة 60 ومش كل مرة هقولك minute زي المسألة اللي فوق وبعدين ولا قابلين كل اللي هنعمله هنضرب l i في t ونقسم على l e طب تعالا نشوف كده على الكالكوليتور عمنا ازاي l i موجودة عندي هنا وال 10 seconds موجودة قدامك عشان برضو يبقى كل الامر واضحة همشي كده من اول هروح جايب l i 5 times 10 power negative 3 كده جبت مين l i انزل بالسهم عشان ابقى في مستوى base given that electronic charge كده انا عايز الالكتروني تحت طب اعملي خليني بقى فوق كده وقل time is الاول time time became 10 seconds divided على كام انزل بالسهم التحت واقول والله electronic charge 1.6 times 10 power negative 19 كميل يبقى انا عامله كده مسألة للتمرين بعيدنا وزدنا للتوضيح بص رقم تلقى كام 3.125 times 10 power 17 يبقى الاجابة عندي هنا رقم b يبقى لو هظلل هظلل الاجابة رقم b اهو يا سيدي تلقى يبقى مش كل مرة ايه خلاص يبقى الحمد الله انا كده متطمن ان كل حاجة ماشية معايا تمام وانا بحل ونخش بقى نعمل exercise لذيذ على اللي احنا تعلمنا دلوقتي طبعا اما تفتح البوكلت هتلاقي بالنسبة لك تصنيف في الاكسرسايز اللي 1 على part 1 اللي هو الالكترق ولو ركست بقى شوية همشي سؤال سؤال اول حاجة يا سيدي هنا عشان تبقى بس الصورة واضحة لك ده سؤال مباشر جدا بيقول لي if an electric current of intensity 5 ampere passes through a conductor so quantity of electric charge that passes that passes through a certain cross sectional area of the conductor within 2 seconds طبيعي جدا كل اللي يهماني ادي 5 ampere 5 ampere يبقى عاي من غير تحويلات و time 2 seconds يبقى داه هو عاوز الq بتساوي كام طب يبقى انا دلوقتي هقول ببساطة ال i equal q over t i equal q over t يبقى q equal i times t ال i بالنسبة لي 5 ampere و برجع عشان نشوف الجيلون كامل 5 ampere وهنا 2 seconds يبقى الاجابة عندي 10 column وبالتالي هقول 5 times 2 ايه السؤال العبيد ده؟ والله بيجي اسئلة كده في الامتحان سهلة جدا بتبقى 20% من الامتحان اسئلة سهلة جدا 60% اسئلة متوسطة و 20% اسئلة المتفوقين وتمييز الطلاب عن بعضه طيب كده عرفنا الاجابة بتاعة السؤال الاول طب ما تيجي نروح للسؤال التاني ونشوف هنعمل ايه؟ تبصي بقى ده سؤال graph لازم تبقى مركز ان اسئلة graph لم يغيب تسرح وتروح اول حاجة تعملها هي slope ده السؤال بقى بهدوء بيقولك the opposite graph represents the relation between the quantity of charge q passing through a cross section of conductor in DC circuit ايه يا مستر بقى ايه الكلمة دي الكلمة دي انا اول مرة اسمعها الكلمة دي هنبدأ نسمعها تقول term متقلقش وده current اللي بيخرج بالبطارية اسمه direct current طيور مستمر يعني ايه؟ يعني هي DC direct current فانت متقلقش اخذ السنة لما تخش الانتحان كل المصطلحات دي هتكون عدت عليك زي الفل فالسؤال ده كاف انتحان مرة اخذ السنة وقال DC عادي ما نقلقش نكمل DC circuit and the time t so the value of the current in tennessee طيب اتعاوز الاي معايا mean graph راح واحد جاء لي مستر هنا given q وهنا t وهنا مكتوب اخر حاجة 50 50 اخر حاجة بالنسبة لي 50 واخر حاجة 5 اه يبقى انا هقسم 50 على 5 اقلو براهو 50 على 5 اطلعت هنو الكايران تبتني انت شاطل انت جميع بس انا بقى اعز اقولك لو جالك اي ساي لازم تكتب له steps يعني ال choose براحتك بص كده على السؤال بقولنا 50 50 بص هنا 50 وصادها مين 5 دي بقى الاجابة انت كده شاطر بس الهدف مش ان انا اقولك سؤال مباشر انا بقولك لو جالك steps معلش اتعب نفسك بقى شوية لازم بقى هنا في steps تبدأ تكتبه كده slope الميل الخط الميل ده بيميل قد ايه طب الميل ده يتعرف ازاي قالك بسيطة مين مكتوب في ال y ال q مين مكتوب في ال x ال t اقسم الحاجة اللي مكتوبة في ال y divided على الحاجة اللي مكتوبة في ال x عظيم يبقى ال slope بيسوي q على t بالبقى دي طب لا كده في حدة ال q على t دي بقى يعني ايه قالك والله يعني time ياسود يعني current ما انت لما بتدرس في منهج الفيزيكس ال q over t يعني current خلاص يبقى انا مطلب منك current كأنني مطلب تحسب ال slope يا مستر ما قلتلك اهو 50 على 5 ايه يا مستر انت مش مقتلع بي ان انا شاطر والله انت شاطر وانا عارف وانطلع لتشوف صح ال steps لازم تكدر كده 50 minus 0 divided 5 minus 0 يعني y2 minus y1 divided x2 minus x1 يعني لازم تحدد نقطة هنا وتجيب ال co ordnates بتاعتها 5 50 وهنا اول نقطة لقناها 0 and 0 جميل يبقى خلاص y2 minus y1 divided x2 minus x1 مش هتعمل كده قد في حالة واحدة مطلب منك the steps مطلب منك the steps تطلع للرقم مضبوط ويبقى عم مكتر 1000 خيرك وكده دي طريقة مهمة عشان كده انا حبيت اعرض معك السؤال من النوعية دي هنا بقى نقطة ثانية من الأسئلة السؤال ده بقى لذيذ شوية طبعا انا اشرحولك مش هنقرأ بقى التفاصيل لسبب ان هو بس عايز يقولك ايه ده مكتوب هنا x sorry number of electrons وهنا time time اللي بيعدي فيه الالكترونات مع ال N طبعا اول ثانية عدى 10 الالكترونات ثانية 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 يعني ايه احنا بنشوف بقى مش خلال الثانية من الثانية الاولى خلال الثانية الاولى عدى 10 طب خلال من الثانية 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 20 يعني لما كانت الثانية 1 كان هنا مثلا 10 طب الثانية رقم 2 20 الثانية رقم 3 يبقى مجموع الالكترونات اللى عدى 30 هلاحظ ان الرقم constant يبقى ان على T بيساوي constant طب لما حب احسب I I I C بتتحسب N times E T over T طب ما هو اصلا الان والT والT على بعض constant لما دول يطلعوا constant ودي كمان رقم constant يبقى في النهاية time is constant I كمان تطلع constant نختار انه نسبة في الاربعة current بيزيد مع time ولا بيقل مع time ولا بيقل طريقة معاينة مع time لا current constant مع time doesn't change يعدي مليون ثانية current رقم ثابت حسب circuit وحسب circuit وحسب رقم ثابت رقم ثابت يبقى عندما يجب لك N مع T increase ستختار constant طيب يبقى طريقة اخرى للاسئلة وهنا بقى ميزة التنويع علشان ما تزهقش يبقى لو اختار الاجابة الصحة اختار الاجابة رقم A هنا بقى اخر حاجة في current يقول calculate the quantity of electricity passing through certain cross sectional area وبعدين قال لي Off a wire carrying an electric current of intensity 5 ampere يبقى انا given معايا 5 ميلي امبير m small يعني ميلي وهنا 10 seconds 4 10 seconds خلاص انت عاوز الكيو يبقى الكيو equal i times T يعني equal 5 times 10 power negative 3 times الت اللي هي 10 seconds يعني بتساوي 0.05 seconds يبقى هنا ده سؤال مباشر جميل قال لي and calculate the number of electrons passing through this cross section and during this period يعني عايزه خلال نفس time خلاص يبقى ساعتها هقول ان من number of electrons بيساوي q اللي انا جبتها over e كلام مختلف يبقى 0.05 5 و divided على 1.6 times 10 power negative 19 الانسر تطلع بكام و هنا بقى لما احب حل دي هكتبع الكالكليتور فهنا طبعا لو مجال هدوس كده اشتافت الاجابة ونبدأ على الكالكليتور نشتغل هتطلع نفس الرقم المكتوب ده طيب في بقى طريقة تانية تحسب منها اضمن لانك لو جبت q غلط هتطلع معاك ال n كمان غلط يعني لو استخدمت القانون ده انا ما عنديش مانع بس بشارك تجيبي الاول q طب القانون لو جبت q غلط وطلبت في ال point او في الدسم هيتطلع ان ال n غلط طب لو انا بقى عاوز اضمن اجابتي يبقى تلجأ للقانون الاصلي i equal n times e على t t تروح هنا بال times والi اللي كانت هنا times تجي الناحية تانية divided وساعتها لما تيجي تستخدم التعويضات هتبقى بتستخدم كلها given انما هنا هتعود بحاجة calculated اوكي يبقى هنا 5 times 10 power negative 3 times 10 seconds divided على one point six times 10 power negative 19 كده ال answer تطلع three point one twenty five times ten power seventeen electrons طيب يبقى انا كده عاودتك على نظام اللي choose ونظام اي say او ان يكون اجابة لازم written وتكتب steps فيفضل زي ما قلتلك تمشي بال given اقترد يبقى لو عندك قانونين يجيبوا لك required تستخدم مين فيهم الاضمن اللي كله given يا جماعة لانه هو ده اللي حيساعدك ان ايجابتك تطلع مظبوطة وما فيهاش اي risk كل اللي مكتوب ده given خلاص لكن تستخدم q over t وانت بتحسب الq اطلق بطر بازت منك الq بازت منك ال-n كده بالنسبالي ده part 1 عاوز بقى نتكلم على part 2 part 2 بالنسبالي هو بعض الشغلانة يعني ايه بيقول لي زي ما تعرفت على electric current هتتعرف كمان على حاجة اسمها potential difference بالعربي فرق الجهد ايه فرق الجهد ده تعالا بقى علمك حركة حلوة شوية بيقول لك ان انا لو معايا مصورة فيها شوية كور الكور محطوطة كده جنب بعض عمر الكور ما هتتحرك طيب نعمل ايه قال لي مفيش حاجة كل اللي هتعمله انك تغير وضع المصورة فالpotential يعني تقول وضع طيب ايه وضع المصورة دي خلي النقطة دي تبقى لفوق والنقطة دي تبقى لتحت يعني تميل المصورة كده ساعتها اللي هيحصل ايه الكور هتبدأ تتحرك في الاتجاه ده 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 كلام جميل صح؟ وبالتالي يحصل flow للكور جميل يبقى انا هلاحظ ان النقطة دي اسمها high ونقول كده high potential والنقطة دي هيبقى اسمها low potential خلي ما يبقى فيه high potential وفيه low potential تتحرك الكور في اتجاه من ال high لل low جميل 10 على 10 واحد قالي طب لو عملت العكس هقولي الكور دي هتتحرك كده يبقى الحركة في هذا الاتجاه ساعتها دي هيبقى اسمها high potential low potential ونختصرها كده مثلا ودي هتبقى low potential جميل ويبقى الحركة في هذا الاتجاه اه يبقى كده او كده انا اللي بحدد اميلها ازاي دي في الكور وفي الحركة الميكانيكية انما الفلو بتاع الطيار الكهربي مش هينفى عميل السلك يعني انا كل ما اركب سلك عشان لمبة في الحيطة اخلي السلك عالي في حتة وغطي في حتة ما فيش الكلام ده عندنا في الالكتريستي وما لنعمل ايه ازاي احصل على high potential ولوب potential ولوب potential هنا بقى لازم اعلمك ان فيه كلمة اسمها electric potential difference between two points ايه بقى اللي هيحصل هنا برضو اول لك انا يا سيدي اول حاجة عشان electric potential difference ده يحصل لازم تبقى نقطة high ونقطة low حاضر يبقى لو ده conductor الطبيعي اروح جاي بكده سلكة وكده سلكة وروح جاي معالي دي لفوق ومنزل دي لتحت لا طبعا مفيش عندنا في الكهربية الكلام ده لا في الفيزيكس ولا في الالكتريستي ولا في الهندسة اصلا يعني المهندس الشاطر ميقولش الكلام اللي انا بقوله ده طب ما انت مهندس ملاقاش علاقة طالما بشرح لك معلومة بخليك تفكر معايا اميل السلك هل الالكترونات هتتحرك لما اميل السلك لا طبعا ازاي بقى تخلي عندك نقطة هاي وصلها بطرف بوزيتف جميل وزاي خلي عندي نقطة لو وصلها بطرف للباتري وساعتها هتبقى الحتة دي هاي بوتينشل بس بوتينشل عادي بوتينشلار كهرافي بوتينشلي يا wise احنا بذلك جميل وحنا لاوووووووووووووووووووووووووووووو ه 사고 هتت بقى بقى تاخد ناجد في كده حتة بقى نلعبها احنا مع بعدينا مش لازم بقى Tefer دا كوندكتر وجواه الىكترون فلما يحصل هنا positive وهنا negative الالكترون ستجري كده وتخش هنا وبعدين ترجع تاني وتخش وتخرج وتخرج من الجنب ده وتخرج من الجنب ده لان البتل تعمل لها push وتزقها تاني عارفين الزحلقة اللي في الملاهي والطفل يروح يتزحلق الأطفال بتحب تركب الزحلقة دي فلازم تطلع من حتة عالية وتسيب نفسها تتزحلق يبقى لازم high potential and low potential جميل طب لما تنزل تحت على الارض بتفضل قعدة ولا بترجع تاني بترجع بس هل بتطلع تطلع لفوق لا بيجي بابا يشيلها يحطها عند قولة زحلقة وتنزل لابتكلم على الأطفال لا تطرفش يطلع السلم يبقى الالكترونات دي شبه الأطفال بتتزحلق مرة جميل طب من بيطلعها تاني البتلي بابا بابا الشغلانة هو اللي بيزقها طيب يبقى هنا فيه فعل معين بيخل الالكترونات تخش كده وترجع تاني طب وهو ده سبب انه حصل فلو بس احنا مناش دعوة غير بالتراديشنال current direction يبقى ال current هيخرج كده ويمشي من positive هنا لل negative ويرجع كده جميل يبقى عشان يحصل ده كله لازم يحصل electric potential difference between two points اللي هم النقطة دي والنقطة دي لازم واحدة تبقى positive واحدة تبقى negative عشان يحصل flow يا مستر ده الالكترونز تمشي كده اقولك موافق بس احنا اتفقنا مناش دعوة باتجاه الالكترونات في اي circuit حتى احنا بنحل مسائل في الحصص اللي جاية current هو اللي بيخرج من positive terminal وبيلف ويرجع لل negative terminal طيب يبقى لازم current يخرج من هنا ويلف ويرجع لل negative جميل جدا يبقى لولا وجود potential difference ما بين النقطتين دول لولا تحركت الالكترونات في الاتجاه الاصلي actual لولا تواجد current وflow فيحصل current لما يحصل الاول potential difference يبقى الشرط الاساسي في تواجد current ان يكون فيه potential difference يؤدي الى وجود flow والflow يؤدي الى current يبقى مين بابا الشغلانة الـ voltage اللي هو potential difference ايه؟ potential difference اما لما انت قلته من شوية ده ما اكتشف الموضوع ده واحد اسمه Volta Volta راحوا ماخدين الاسم ومحرفينه شوية وقالك فيه حاجة اسمها Volt أو voltage هنرسه دلوقتي بالتفصيل اللي يهمني بقى ان عشان يتوجد current ويتولد يتولد current لازم يكون فيه potential difference ما بين النقطتين يبقى مين بابا الشغلانة potential difference يبقى عشان انا بقى موجود في الدنيا من كان موجود قبل مني؟ والدي يبقى وجود والدي هو سبب وجودي يبقى لو لا هو ما كنته انا وبالتالي لولا voltage V potential difference ونكتب كده الرمز بتاعه هولي التذكرة لولا V ما كان للا I وجود يبقى لو ما فيش potential difference ما بين النقطتين دول بتوع ال conductors مش هيحصل flow خلال ال conductors current يبقى عشان انا اوجد potential difference اوصل ده positive واوصل ده negative يحصل flow واللي انا برسمه ده اتجاه متفق عليه وليس الاتجاه الحقيقي عشان محدش يتلقى يبقى انا كده وضحت لك فكرة ال electric potential difference عمتا سواء جات فكرة من الحركة الميكانيكية للجسيمات او من حركة الشحنات الكهربية داخل ال conductors لازم واحد positive ولازم واحد negative نرجع بقى للبوكلت بتاعتنا ونبتدي كده مع بعض definition يعني ايه potential difference between two points بيقول لي بوس هو لانا كنت رسمه من شوية شحنات كهربية تتحرك طب معشان تتحرك فيه حاجة بتشدها وحاجة بتقول لها repulsion يعني بتزقها يعني فيه work done لتحريك الشحنات الكهربية ولا لأ عشان كده بدأ معي potential difference between two points the work done to transfer unit charge from one point to another يبقى علشان احرك الشحنات الكهربية من نقطة لنقطة لازم اعمل work done يبقى القانون الفيزيائي اللي هنحل بيه المسائل ان ال V رمز potential difference ما بين نقطتين لازم بيساوي work done divided على quantity اللي هي Q طب ما احنا اسألين وان كولوم انا هنا بوضحها لك لما work done يكون رقم ودي بوان كولوم الرقم اللي حيطلع على وان هو هو نفس الرقم بتاع الفولت علفت بقى من كلمة فولت اليونتس الورك بالاي بالجول والشارج بالاي بالكولوم يبقى في كلمة فولت مباشرة ناتجة عن دول او بقى وحدة جديدة عشان ممكن تجيلك في الامتحان وحدة Newton نيوتن تايمز ميتر يعني ايه يعني حضرتك دلوقتي يجب ان تاخد بالك ان الجول هو force time is distance عشان جاي من الورك يبقى نيوتن تايمز ميتر وديفايد على الكولوم يبقى لو جبت لك كلمة في الانتحان تقول لي ايه دي الفولت لو جبت لك دول في الانتحان بضو الفولت يبقى ممكن يكتب لك كده جول ميتر و غير ميتر 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 comigo وكما يجب أن تأخذ بالك معادرة تابعة وديك كائز جدا كما ترى هذا الفلت يسعى لك في الامتحان لك قلوا اللي الفولت هو تعبير عن الpotential difference between two points جميل بس بشرط انا قلت فولت يعني ايه فولت يعني unit بتاعي الpotential difference يبقى فيه بس بشرط فولت دي مقصود بها 1 فولت يبقى دي work done became one joule يبقى الفولت هو تعبير عن الpotential difference between two points when يعني لما بشرط ان الwork يكون one joule is done to transfer a charge of one column يبقى ساعتها هقول ان الفولت هو work done by one joule divided by one column ده definition طيب هنقيس الpotential difference ما بين اي نقطتين ازاي عن طريق جهاز اسمه فولتاميتر و هندرسه في chapter 2 بالتفصيل ايه انا كل شوية ايه كلمة x clean وبلون مميز كده احنا هنصنف الاسئلة النظر اللي هتفيدك علميا بدل ما قد شرح لك شرح 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 هتلاقي نفسك في وسط البوكلت حاجة كده جوا فريم جميل بيسأل السؤال بطريقة تقليدية نظرية والاجابة اهيه علشان تتعلم تفاصيل المادة ده بيساعدك على الفهم وده اللي انا كنت بقوله وانا بشرح ومندمج في الرسومات اللي برسمها ناخد اجزامبل يجي عليه في الامتحان وهتلاقيه للسؤال اللذيذ في الاول دايما في الاول لازم ندق بحاجة خفيفة للتوضيح If the work done to transfer an electric charge of four column يبقى انا معي four column عاوزا نقلهم between two points in an electric circuit equal twenty joule ايه ده مش موضح ياهو joule يبقى بتعود على مين على work يبقى معايا ال W ومعايا ال Q خلاص هو عاوز مين بقى potential difference between these two points equal كام خلاص يا سيدي ما هو ال V equal ال Q على ال W مين قالك يبقى انت بتحفظ ما هو قال لي four column على twenty اهي يا بني غلط اقسم بالله غلط فبالعمل ايه؟ لا العمل بقى انت تركز تجيب ورقة المفاهيم هتلاقي كاتب لك work على Q يبقى تقسم ال twenty على ال four تطلع five واحدة يقول لي والله هي مش مكتوبة في الإجابات five جميل لكن لو عكستها تبقى وانا على five مش هتلاقيها ما هو انت مش هتجرب هي ما تبصمكش بلاش فكرة ان ايه؟ ما لقيتش دي اختار دي اه ما لقيتش كده خصوصا لما تلاقي ليش ولازم تبقى فاهم مين على مين لانه قدام هيجيلك اسئلة ليش ولازم تعرف حاجة على التانية ولا التانية على الاولانية قصة فمن دلوقتي بأسسك ان انت لازم تفهم الشرط اللي يجيلك الاول يكتب الاول لا احنا بناخد كل ونبدأ نقول القانون وتعويده ازاي طيب افرد الإجابتين تلعوا مكتوبين يعني افرد مكتوب لك هنا zero point two وافرد مكتوب لك five تختار مين؟ هادي بادي لا انا بسمك انا اهبد ما فيهاش كده خرص هي كل قصة ركز عوض جاوض خلش على سؤال تاني اضرف شوية السؤال هنا بيقول the following is some values of energy in june and electric charge in column which of the following has higher potential difference هقول لك بقى يا سيدي انت مضطر تحسب واحدة واحدة من دول نمشي برا على a بعد كده b c ثم d two joule to transfer two column خلاص يبقى v equal work two joule على two column تطلع بone volt اه يبقى اول واحدة تطلع بone volt طب تاني واحدة يقول لي two joule to transfer hundred column طب لما نقسمها تطلع كاما عشان بقى تبقى أسلع شوية two over hundred يعني zero point zero two volt يبقى دي تاني واحدة two kilo joule to transfer twenty mc اه هنا بقى لازم تركز هنا ان ال v هتساوي two kilo تفتح التحويلات هتلاقي الكيلو ten power positive three وبالنسبة ل twenty ميلي twenty ميلي يبقى times ten power negative three هتطلع معاك على الكالكليتور مثلا كده طب دي بقى عشان حلاها على الكالكليتور وطلعت كده وانا مش حالي فاميز لا مهونت بص فيه في الكالكليتور خاصية حلوة بص معايا كده لو مثلا جاتلي الاجابة كده هروح ادوس على الزرار اللي فوق رقم تمانية اسمه ENG بص هيكتب كم هيكتب 100 times ten power three جميل انت بقى عايز تكتبها ten power five عايز تكتبها بقى ENG تاني فيطلع لك الواقم تاني او shift ENG تقعد تحرك في العلامة لغاية تطلع لك كده وتغير في ال power دي حتة بترجع لك انت بس انا حبيت اوضح لك المعلومة هنرجع تاني للقصة بتاعتنا وحزبت بس الخط كده سيكة عشان يبقى واضح بطريقة معينة اول واحدة طلعت لي one volt تاني واحدة طلعت zero point zero twenty volt تالت واحدة طلعت hundred times ten power three volt واخر واحدة لما تقسم 2 كيلو جول على 200 ميلي هتطلع ten times ten power three volt هنا بقى السؤال اختار مين واحد قال لي ايه واحد قال لي بي قال له بروح ويقولك which of the following has higher potential difference يبقى هي دي الكلمة اللي هتطلبطني في الاجابة يبقى اكبر حاجة هنا letter c ده كان سؤال في سن التفكير عمان اخد سؤال في سيكة من الصعوبة عشان في ناس هتتلغبط السؤال ده هتشرحه الاول بطريقة معينة وبعد كده خش على طريقة تانية تقولك ازاي تحل عشان فيه هنا صيني هذه دي هتلغبط لك الدنيا فواحد بيقرأ عادي تعالي تحل كأننا طالب لسه بتفرج على المادة وبجرب كده وبغلط وشوف الاخطاء تطلع معي ازاي انا بأكد عليك هتغلط عشان اوليك الاخطاء تطلع ازاي الالكترون في فاكيام تيوب انرجي واحد قال لي ان انرجي انا فاكر انها زي الورق انت شاطر 1.6x10-20 وجنبيها حرف اسمه ج اختصار لجون انت شاطر جدا يبقى ده بنسبالي الو بعد كده بيقول لي طوال ايج يكان استعمالي هو انت شغل بيقول hari ان تراجع بيقول الو ايجا برسح بقى هنا برسحة تلقى يبقى ايجا هتبط لك احنا شغالين من بيقول ايجا بيقول برسحة تلقى بيقول ايجا ويقوم بتاع الالكترون خلي ده زي ما هو كده وتعال بقى احنا نترجم مع بعض نترجم يعني ايه الرجل بيقول لي هنا في بوينت اسمها ايه وهنا في بوينت اسمها بي وفيه الالكترون بيتحرك من الايه رايح للبي وبعدين قال لي ولا حاجة عاوزين البوتنشال بتاع النقطة دي قلوه سهلة جدا بس تعال كده عشان هعمل حركة صغيرة اعرفت بها الفرق ما بين حكتين لو انا الالكترون بيتحرك من الايه للبي المنطق والعقل بيقول ده بوزيتيف وده نيجتيف وساعتها يبقى الالكترون جين انيرجي انيرجي ولما احسب هحسب بالطريقة بتاعتنا التقليدية V equal الwork اللي هي الرقم ده الالكترون على اللي تشارج بتاعت الالكترون V بتساوي W على Q والW اهيه والQ هي Just One الالكترون بيتحرك ويطلع الانسر 0.1 V وتبقى جميلة جدا ورحت على الاختيارات وعلم على الاجابة دي مش كلام محتر بس الراجل هنا قالك كلمة A Lose يعني هيخسر طاقة مش هيكسب طاقة يبقى معنا كده اني لما كنت بتحرك As Electron يعني Point A هنا وهنا Point B والالكترون هيلوز يجي حد يسألني انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده هقوله بس يا سيدي لو ده الالكترون واقف في مكانه سرعته صفر ما بيتحركش لسه وفجأة لقى ده Postive وده Negative فده يقوله Repulsion يلا امشي من هنا وده يقوله Attaction يقوله تعالى لي فسرعته تزيد لما السرعة تزيد الكيناتك انيرجي بتاعته تزيد يبقى Gain Energy يبقى ده Postive وده Negative فعلا ده الافتراض وده النتيجة فعلا طب تعالى بقى يا سيدي هو قال لي الالكترون وهو بيجري حصل Lose للانيرجي هنا حصل Gain للانيرجي وهنا حصل Lose للانيرجي يا الله ده اللفظ اللي احنا بنتكلم عليه يعني ايه يعني ايه يعني انا دلوقتي في حالة Lose للانيرجي يبقى وانا ماشي سرعته بتقالي ايه اللي يخليني وانا بجري بسرعة عالية ان يحياه دي سرعته تبطى اكيد انا نيجاتف يبقى انا رايح لنيجاتف حصل ايه تبطيق للسرعة مش تزويد للسرعة زي هنا نيجاتف رايح لبسطف سرعته هتزيد حاجلي اسرع رايحة صيف في سرم الشيخ كل ما اقرب سرعته تزيد فارحان بقى ربنا يكتب لنا كلنا الجنة يا رب كلنا راحين الجنة فسرعتنا تجري اكتر وتزيد لكن اعاوزوا بالله اراح لي مكان وحش مش نفسك تروحه اصلا هتجري نفسك بتبطى يبقى ده نيجاتف وحصل لوز يعني بيبطى لوز للانيرجي بيخسر طاقة وبتحرك يبقى هنا ده ايه نيجاتف وساعتها ده ايه ساعتها بقى اختار الفي بي هي هيها الديفرنس بابل اثنين هنا 0.1 يعني لو هنا الفولتب زيرو يبقى ده positive 0.1 طب لو هنا الفولتب زيرو يبقى ده negative 0.1 علشان الديفرنس يطلق هو هو نفس الديفرنس بس بSign negative لازم الفقر يبقى بين النقطتين يطلق نفس الvalue علشان الwork done مع ال charge طلع لي الvalue طب يبقى انا رايح لنقطة B positive ها جين انيرجي وساعتها الpotential difference يبقى الرقم ده يعني معناها ان A بيتساوي 0 فولت ساعتها تصبح الفي ازيد منها بالرقم ده انما لو هنا A 0 فولت يبقى ده تطلع اقل منها بالرقم ده يبقى ده لازم تبقى negative يبقى عندك كده الاجابة negative 0.1 يبقى اوعى تتلغبط وانت بتحل وتختاري الاجابة الاخيرة لا الاجابة الصح هي letter C وتعود على التظليل من دلوقت بعد كده هنقول سؤال كده بيقولك The work done to transfer unit charge between two points The potential difference between them one volt is يبقى اوه بيضغبطك انت لسه مشوية قاني موضوع الفولت بس كده معايا Potential difference between two points when work one joule transfer one column هنا بقى جابها لك بطريقة مختلفة بيقولك Work done to transfer unit charge between two points يبقى the unit charge between two points The potential difference between them one volt الله يبقى هو قصده ايه الwork done اللي بيساوي one volt times one column يعني one volt times one column يبقى اكيد قصده بكلمة ايه Joule وده سؤال خداع شوية عشان في ناس ممكن تختار كلمة potential difference لا potential difference احنا كتبينه Work done between two points to transfer unit charge وهنا كمان يقولك لا انا هختار كلمة الفولت لا ما ينفعش اقول الwork done كذا هو الفولت لا فهو قال لك difference ما بين two points بيساوي one volt يبقى هو ذكر V وضحها يبقى الإكسبريشن ده بيعبر عن ايه بيعبر عن الجول كده يبقى احنا خلصنا كل اللي يخص potential difference between two points وما هنعمل ايه دلوقتي هنختم الجزئية ده بكلمة اسمها electro motive force of a source ايه ده بقى تعال بقى نشرح الموضوع هنا بالتفصيل اول خطوة لما اجيكلم عن potential difference احنا قلنا لما يكون عندك say lamp كده والlamp كده بالمنظر ده لازم current يبتدي من positive ويتحرك كده يبقى ده i وده اللي هنمشي عليه بقى طول السنة ده الاتجاه الرسمي للك current مش actual بس ده الرسمي اللي هنمشي عليه ويتحرك كده عشان يتحرك ويخرج من الجنب ده من اللامب احنا قلنا لازم يكون هنا positive وهنا ايه negative طيب لما ده يتحرك ويمشي كده ده high وده low يبقى يعمل لي كده potential difference هنا هنسميه V1 طب لو عندك لامب تانية هنا ومتوصل ده كله بقى مع الباتري حيبقى هنا potential difference على اللامب دي هنسميها V2 جميل يبقى انت لازم هنا يكون عندك potential difference ينقل تشارج من النقطة دي للنقطة دي اللي هنا بالنسبة لي دي positive وده negative نفس الكلام هنا positive وهنا negative يبقى التشارج هتتنقل من هنا ل هنا بعد ما تخلص الحركة هنا تخروح بما الحركة كده يبقى ال i ماشي كده بعدين يمشي كده طيب عشان نقل التشارج ما بين النقطتين دول هنحتاج جهد اسمه B2 يعني يعمل Work خلال النقطتين وينقل نفس التشارج اللي هي Q طيب نعمل لامب جديدة خلاص يبقى برضو هحتاج هنا ما بين النقطتين دول V3 وساعتها هو اللي هينقل ما بين النقطتين دول برضو دي positive ودي نجرب جميل يبقى ما بين اي نقطتين هنقل V potential difference between two points انما بقى الحتة دي اخينا ده اللي هو اسمه source ده ال positive وده ال negative طب عشان تتحرك من هنا لهنا ده لازم يبقى موجود معنا في ال circuit بمعنى لو ده مش موجود هل هيحصل كل ده استحالة هل هيحصل current ابدا هل هيحصل potential difference على كل لمب لا لا يبقى لازم يكون عندك source يغزي circuit ده ويبدأ يعمل لي كده اي حركة والحركة هنا يحصل potential difference يؤدي الى حركة ال charged وبالتالي هتلاقي هنا السورس دوت لازم واحد هنا positive terminal وترمينال تاني negative ساعتها بقى عاوز ادل ده رمز هل هقوله V1 V2 V3 أو V لا هنقول Vbattery طب ما فيه طريقة اظرف ايه هي بقى ال VB هنسميها فيزيائية Electro motive force يعني ايه يعني لازم حاجة بتعمل push للشحنات الكهربية عشان تزقها يبقى لما تركب الزحلقة بتنزل وتيجي تلف مين بيطلعك فوق حد بيزقك يبقى ده Vb اللي بيطلعك عند higher point عند high potential وتبدأ تتزحلى يبقى كده تعدي من هنا الهنا بس هتخيل انها positive charge عشان تمشي مع الاتجاه التقليدي للطيار الكهربية طب لما نقول electro motive force يعني حاجة بتبوش الشحنات عشان اللعبة تشتغل والحركة تبدل شغالة زي الرسمة دي هنختصرها في EMF EMF of the battery EMF of the source هي دي الفكرة التاعة electro motive force يعني ده بابا الشغلانة بقى اللي شغالها كلها مش واحد بس عشان يعدي current هنا ولا V3 عشان يعدي current هنا ولا V2 لا 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 ده VB ده بتعللها كلها فكاعمل definition قوي قال لك ايه بقى لما تيجي تتكلم على electro motive force VB ما تقوليش work يعني work وتسكت يبقى انت بتتكلم على potential difference between two points ام ال EMF عبارة عن ايه؟ لا ال EMF عبارة عن total work done بس يعني اقول total work done وشكرا لا total work done to transfer electric charge through the circuit وشكرا وشكرا وبعدين inside the source and outside the source يعني inside وإيه؟ outside يعني لازم اللعبة تشتعل charge تلف في كده بعدين تخش جوه البتلي وتخرج من positive وتلف في كده تاني تدخل جوه البتلي وتخرج من positive زي فكرة الزحلقة تتزحلق توصل الارض تلف ترجع تتزحلق توصل الارض تلف ترجع وهكذا تفضل بقى على الوضعية دي على طول يبقى انا كده تعلمت دلوقتي ايه هو المعنى الفيزيائي لل potential difference وايه هو المعنى الفيزيائي للV باتا دي هنحتاجها كتير في المسائل قدام وايه هو كلمة او ايه هي معنى كلمة الايكتروموتف فورس اللي هي ال اي ام اف نبتدي بقى كده نبص على البوكلت مع بعض يعني ايه الايكتروموتف فورس يعني كده الاخترونية لتحرك الانتطالي حيث من المشاكة من المشاكة من المشاكة يعني لو هنا دي كده كده حتى الارض وهنا الباتاري وهنا الباتاري يبقى نا بالنسبة لي الجزئيه دي هيحصل فيها ايه؟ الالكترونيات تمشي كده يبقى الـ current حيخرج خلينا بلون الـ current اللي هنتعود عليه لونه أحمر دائما واللون ده أنا اللي بختاره في الانتحان مش هتبقى مقيد بألوان انت مقيد بالرموز يبقى الحاجة اللي تترسم دي لازم رمزها i ويعدي الـ current كده ويبدأ يرجع هنا وبعدين يدخل جوه البدري ويخرج تاني يبقى inside and outside the source والـ source اللي هو البدري سؤال جميل بقى جالي بيقول لي هو مش مع الوقت بيحصل من البدري بتفضى اقول لك صح بس أنا بقى اعمل بـ direct current source يعني مثلا مصدر جايل من شركة الكهرباء DC وده بيحصل موجود في محطات الكهرباء مصدر ثابت DC source ثابت ما بيقلش ولا بيكل ولا بيميل زي مين الشاحن بتاع الموبايل بتاعك لما بتحط الشاحن في الفيشة الفولت اللي طالع منه 5V DC وما بيقلش constant على طول forever طول ما الكهرباء وصلة للشاحن والفيشة محطوطة صح خلاص فيه فولتش خارج من الشاحن بتاع الموبايل وشاحن اللابتوب وشاحن البطاريات كلها هي DC current فبالتالي ده موجود على طول يبقى عمر مع دوران الالكترون او حركة الـ عمر من البطاري دي هتفضى لا مش البطاري اللي هتفضى بي بي بتاعته عاوز حجر واحد ونص فولت يبقى ده الفي بي بتاعته البطارية اتناشر فولت برضو ده الفي بي بتاعها فلازم تبقى خاهم انت بتعمل ايه في حياتك بالفيزيكس وده الهدف اللي انا عايز اوصلولك اثناء الشرح ان احنا نتكلم علميا واكاديميا وشوية حاجات موجودة في حياتنا ازاي نتعامل معها يلا بقى نحل ايه اسئلة على الجزئية دي نبقى ده الاكسرسيز بتاع جزئية البطارية فعندي هنا سؤال عايزة بتدي بي الاول ونقول كده مع بعض Which of the following drafts represents the relation between the potential difference V across the ends of a conductor that carries DC current DC current and time السؤال ده الاستراغدين زيه في ال current واحد يجلي على طول يقول لي بص الاجابة ايه وانا مغمد هقول لي بص يا سيدي الله يدور بس انت برضو لازم تفهمني جبتها ازاي هقول لك طريقتين تبص عليهم اول طريقة اكتب القانون او تبص على القانون جوه ودقة المفاهيم هل هنا فيه time لا لا يبقى الـ potential difference between two points مالوش دعوة نهائي بالتايم يعني ده 5V وده 1V يبقى الـ difference 4V طيب 4V ده في السيركت هل هيتغير ابدا يعني الـ V1 اللي علم بي اللي كنت ياسمها من شوية هتتغير ابدا على طول يفضل نفس الـ value doesn't depend على الـ time يبقى خلاص الاجابة دي هي الصحة يبقى لازم اخد بالي من السؤال والجرافات دي بتبقى مهمة جدا حاجة تانية logic 9V هتقل انا موافق بس وقت التشغيل لحظة التشغيل لو انا جبت مثلا اللابتوب وحطيت الشاحن في الفيشة الاوتبوت بتاع اللابتوب السلك الجاك اللي اسمه الاوتبوت اللي هتركبه في اللابتوب بتاع الشاحن بتاع اللابتوب عشان هتركبه في اللابتوب سيبقى البن دي او السن ده او الجاك ده فيه potential difference ما بين النقطتين الجواه لازم يطلع 5V او 12V حسب شاحن موبايل او شاحن لابتوب المهم الرقم ده بيفضل ثابت فورايفر اوكي لما انكب لامب و 2 و 3 على الشاحن ده عشان اشغالهم زي اللامبات الليد هل بقنا كده اللامبات الليدي دي لما وصلها الحاجة دي اللي هو الشاحن او الموديول هل اللامبات الليدي فرق الجهدة على النقطتين اللي هو على اللامب potential difference هيقلم على الوقت ابدا انت بتشتري شاحن 12V عشان تشغل مصطرة لد هتفضل كل لامبة عليها وليكن 6V أو 3V انه بتقسم يبقى خلاص هتفضل ثلاثة فورايفر ثلاثة فولت بجد اوه هي اللامبات الليدي فيه نوع منها ثلاثة فولت بدون تفاصيل عشان دي مش تقصك لكن انا بكلمك انت بتتعلم ان الفولت لا تبين على الوقت يعني الشاشة دي بتشتغل هل مع الوقت الفولت سيتغير مع الوقت ابدا لا بس احنا ساعدة نشوف الكهربر تدعو في الفولت قال لا دي قصة مع شركة الكهربر قصة انا عايشها كمهندس بشوفها في الواقع عمليا لكن انت بتتعامل اكاديميا او علميا مع حاجة ثبتة لا تتغير يبقى الشاحن بتاع الموبايل لا يتغير الخمسة فولت لا يوجد تغير شاحن ب 12 فولت ويوزع الفولت على اللدات عادي جدا اللبات اللدي بتوزع لها الفولت عادي جدا لا يوجد مشكلة يبقى انا لازم اخد بالي مفيش علاقة ما بين الفولتج اللي هو الـ ومين والتايم السؤال هنا يقول إذا كنت تغير عادي جدا يبقى هنا عندي الجفن الأولاني كو والجفن الثاني بالنسبالي تي ضمن وين 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 الأولاني بوين بين مين مين الجفن ثم يقول الأولاني مين الأولاني المصروب أ يبقى أولاني يبقى V equal work over Q الwork عندي 100 جول وال Q 5 كولوم بدون أي تحويلات يبقى كده مسألة جميلة ما فيهاش مشاكل 20V رقم B The Flowing Electric Current in Tennessee Electric Current in Tennessee يبقى هو I equal Q over T والحمد الله الاتنين جابن يعني مش هروح احسب ب Q وبالنسبة لي هنا T ب one second يبقى الاجابة 5 أمبير طب اخر حاجة عاوز مني اين The number of electrons Passing between The two points بس ركز Within two seconds أنا عندي ال Q بس في one second يبقى هنا تبتدي تجيب الخطوة الاولى Q equal five times two تطلع 10 column بس خلال كم seconds two seconds يبقى ساعتها N equal Q over E يبقى ساعتها 10 over 1.6 times 10 power negative 19 19 طيب تعال نبص على الكالكريتور كده هتطلع لنا الرقم ده بكام نعمل fraction ولازم نتكذ الكيوب 10 مش ب five وبعدين نقسم على charge of one electron negative 19 equal six point twenty five times ten power 19 يبقى هنا M equal six point one twenty five times 10 power 19 electrons وكده الإجابات معاك كده في model answer اللي جوه البوكلت وهذه طريقة الحسابات وشرحناها اي حاجة بتوقف معاك رجع الفيديو وعيدها بالراحة جرب نفسك مرة واثنين وثلاثة حابب بقى اختم السيشن بتاعت النهاردة واقول لك على سؤال يربطني بالحصة اللي جاية سؤال ده بيقول potential difference of twelve volt is applied on the terminals of a conductor to move six point twenty five times ten power eighteen electrons through the conductor within two seconds يبقى هنا بقى هنبدأ نقول لنفسنا potential difference يعني V is applied on the terminals of a conductor to move الرقم ده electrons يعني N through the conductor within 2 هنا بقى مكتوبة لك لفظي بقى برضو T نحاولول 2 2 يعني رقم بسيط مفيش مشكلة knowing that the E then the resistance of the conductor is ايه بقى ده احنا محدناش كلمة دي قبل كده هو ده بقى الدرس اللي عشرحه في session 2 طب انا عايز اعرفه دلوقتي قبل ما نقفل انا عندي فضول بسيطة جدا ال V موجودة عندك وال N وال E وال T فتجري بقى كده زي الباشا يبقى هتروح تحسب الايه بتساوي M times E over T يعني الرقم given 6.25 times 10 power 18 times اللي تشارج بتاعت الالكترون تكتبها عادي من كراسة المفاهيم divided time to second هتلاقي ان current بيساوي 0.5 ampere السؤال بقى هنا هل انا اخدت كلمة resistance قبل كده اه وهتاخدها السنة دي في المانهج بس الارجع بمعلومات middle 3 يعني هرب يدي هميستر وانا فاكر senior 1 عشان senior 3 او سوري انا فاكر اصلا senior 1 عشان middle 3 كمان تفكرني لا والموضوع بسيط تفتح ورقة المفاهيم هتلاقي قانون بيقولك V equal I times R الار تقدر تجيبها V over I لو رجعت بالفيديو هتلاقي V بتساوي 12 والI بتساوي half يعني هتطلع الاجابة 24 V لو ركست بقى كده هتلاقي هنا في الاجابات الاجابة دي هي رقم 1 ده بالنسبة لك كان تمرين على lesson 1 part 1 part 2 electric current intensity و potential difference و السيشن اللي جاي هنتدرب مع بعض على electric resistance وبالتالي هيبقى في مفهوم جديد بالنسبة لك غير اللي انت اخدته في middle 3 و هنبدأ نعيد الموضوع بتفاصيل اكتر ان شاء الله تكون حضرتك فهمت كويس الحصة راجع كويس الفيديو حل الhome work ولو في اي حاجة اتواصل معي على رقمي الشخصي في الواتساب لان انا اللي هرد على اسئلك الفيزيكس بتاعتك مش هخالي الاسيستنت يتواصل معك غير في حاجات محددة عشان الكوزات والامتحان الشامل وان شاء الله الفيزيكس تبقى جميلة وتعجي على خير وانحقق الفون مارك تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة